نظام الخدمة المدنية 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 وحتى نحقق العدالة يتفضل فيها ساعة الأخ صخير فأعتقد أنه طبعا ما ذكر يذكر أنه إعادة هيكلة الرواتب بشكل عام هذا أعتقد أنه أمر صعب شوي يتحقق لأنه سيكون مكلف جدا يعني قد تفاجأ إذا بحكي لك أنه الهيكلة الأولى اللي صارت كلفت ما بين 465 مليون ل500 مليون يعني كنا بنعرف إحنا نظر في الدولة فأنا باعتقادي أنه أن نبقي على الرواتب الأساسية كما هي وأنه نرجع إحنا نعيد النظر في موضوع العلاوات الفنية بشكل أن يتم توحيد العلاوات الفنية لا يجوز أن يبقى هذا التفاوت الكبير بين الموظفين وما ننسى كمان أنه إذا كان إحنا رجعنا أعدنا هيكلنا في الرواتب الأساسية هذه رح ترجع تنعكس بصورة غير مباشرة على صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي وإلى آخره وقد تكون فيها كل فعالي يعني الدولة لا تستطيع أن توفر هذه المبالغ الطائلة فباعتقادي أنا أن يعاد النظر في موضوع العلاوات الفنية إذا وحدنا العلاوات بدون ندفع؟ بدون في علاوات مرتفعة أو في علاوات مخفضة ماشي العلاوات مخفضة حق مكتسب هو صار بأخذ العلاوات سيدي العلاوة ممكن أنك أنت العلاوات المخفضة ترفعها ممكن أنك ترفعها قد يكون هناك في صعوبة بأن العلاوة المرتفعة جدا مثلا 200% تنزل فيها بجوزة تكون صعبة شوية يمكن فباعتقد إذا كان إحنا حاولنا نرفع في العلاوات المنخفضة نسوي نظام واحد للعلوات تكون كلها جميعها واحدة أعتقد من حل جزء من المشكلة وقد لا تكون كلفتها المالية كبيرة جدا